يا صباح الفل على الغليين صباح السكر صباح الفل عليكم صباح الياسمين يلا بقى كده هافطر معاكم كده قلت افطر معاكم كده معايا فول وطعمية وجبنا بتماطم وخيار وفيف المقلي ويمخالي للفت الحلو دوت بصوا الارمشة وبصوا لونه وحد دلوقتي كده لسه محتفظ بلونه وهحبس بكوباية الشاي يلا بينا بقى نشوف ورانا ايه اليومنا لسه طويل انا قلت اخدوا كده معاكم من على الصبح يلا بقى كده معايا بصل شرايح ومعايا معلقة نشا ورشت كده من الملح وهدعك بقى البصل كده الشرايح ده شرايح رؤياء جدا هدعك افرق بقى البصل بالنشا ده كله هغلفه بالنشا عشان يبقى مقرمش هتعملي ايه يا حنون؟ هنعمل كشر المصر الكشر المصر بكل تكاته وحركاته وبصه الطعم بتاع المحلات هتعمليه في البيت وهتنسى تجيبيه مبارئة ابدا ومش هيكلفك حاجة لان طبعا هتجيبي ربع كيلو عطس والرز والبصل والحاجات كلها حاجة موجودة في البيت الحمد لله يلا كده بصت اخلي بقى كله بص قبل من الده بايش اقول بسم الله والسلام والاشراء في خلق الله لايك وشير وسبسكراو بالقناة يلا كده جبت بقى كوباية من الزيت احط فيها بقى البصل ده بقى الزيت يسخن وحط البصل يتحمر انا مش هحطه كله عسمته على مراتين عشان يبقى مقرمش ولونه دهبي كده والجلد الحلو ده اللي عملته كله على بعضه كان هيبقى طري ومطلعتوش على مناديل عشان لو طلعتو على مناديل هيبقى يطرى برضو فانا حبيت اطلعه كده على مصفه وفضل ما ارمش لحد اخر واحدة يلا كده على طول طلعي كده مصفه بقى متحطوش بقى على مناديل عشان مناديل بيتطريه لقى على مصفه كده ولا اي حاجة كده عندك حط فيه جبت بقى حلتين بصوا ما تحسوش ان الزيت كتير اللي الزيت دوت هنستخدمه في الوصفة كلها ويه كمان هيفيد منه يلا كده جبت حلتين كده احلى اللي ورا دي حطيت فيها كوباية من الشعرية والتانية دي هحط توم عطيت هنا زيت الاول وهنا زيت بعد كده هحط فيه الاولانية دي هحط معلقة من التوم المفروم وديها اللون الدهب الفاتح يلا كده هحمر الشعرية على طول هشغل الحلتين كده مع بعض مش هقف لا استنى حاجة واحدة لا استبقى لما بتخش المطبخ على طول بنشغل دي هنالتين وممكن نشغل ثلاث عيون كمان ايدي هنا وايدي هنا هحمر شوية واقلب هنا شوية ونزلت بكوبايتين من الرز على الشعرية وافضل اشوح فيهم حل اثناء برضو التومة بتاعتي بتتحمر كده خلاص التومة تحمرت هنزل بربع كباية من الخل اول ما نخلي كده يبتدي يغلي انزل بقى بيستلس الطماطم اللي احنا مفرزينها واحط الحلة وراء واجيب الوراء دي هنا عشان تبان قدامكم يلا بقى اشوح كله كده معاكم شوحي بقى الرز كده عشان يطلع مفلفل وحلو جدا والزيت بتاع البصل ده بيخلي الكشري في حتة تانية خالص زي بتاع المطاعم بالزبط هم اصلا بيعملوا كده بيعملوا البصل بعد كده بياخدوا الزيت يعملوا بيه كل الاخل بيبقى طعمه حلو جدا والرز مفلفل وليه طعمه مميز كده نزلت بقى بكوباية من العتس كوباية من العتس اللي اول نقعتها في مياه مغلية لمدة ربع ساعة بعد كده صفته ونزلت ونزلت بيه على الرز ونقعت بقى ملح وكمون واشوح بقى الرز مع العتس حد برضو ما الرز والعتس كده يسخنوا ويبقوا حلوين عايزة اسأل بس عيلتك كبيرة مش بتضغط لايكات كتير 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 لعيلتك كبيرة بتتفرج بس وتمشي ليه كده يعني اختكم حبيبتكم في الله ياريت كده تشجعوها وتعملولها لايك وكمنتات حلوة كده عشان اعمل كل يوم فيديو جديد واعمل حاجات تانية كتيرة لست عندي حاجات كتير كده عايزين نعملها مش دي اخر حاجة لا هنعمل كتير بس تدوني كده طاقة وديني باور على طوله هعملكوا كل الفيديوهات هنا نزلت بقى بكبايتين ونص من المية المغلية يتشرب كده على طول ووطي النار هو كده مش المية بتكونش فوقه انه هم كبايتين رزو كباية من الشارية وكباية من الحمص العتس كباية من العتس وكباية من الشارية والشارية ما بتاخدش مية والعتس احنا نقعينه ربع ساعة في مية مغلية فهيستوي على طول يا بنات عشان يبقى معاكم فلفل وحلو جدا هنا خلاص كانت السلسط صبكت هديها بقى ملح وفلفل اسود بكمون هايضة لاكات كتير وكمنتات كتير ادعموني عايزك وتدعموني كده وتقفوا جنب اختوكو والله انتو متعرفوش انا محتاجة ازاي اه القناة ومحتاجة الفيديوهات ديت يلا كده خلاص معايا هنا مية مغلية هنحط فيها شوية من الزيت وملح وانزل بالمكارونة اسبكتتي هاجيب بقى المكارونة كده اقصرها على اتنين واحط عكس واحد عشان تبقى نفلفلة معاكي محطاش على بعضها كده عشان اه ما اتعجين شمعية وهنزل كده بمكارونا هلالية دي كت بتصالها كده المتحمرها كده في الزيت شلتها يلا خلاص كده المكارونا تسلت وصفتها على طول هحط على المكارونا كده رشة من الفلفل اسود بصوا بقى الحركة اللي هنعملها دي هنحمر المكارونا ادعها تشويحة كده في معلقة برضو زيت من زيت البصل ده هيديها طعم حلو جدا ولو الكشر المصري قاعدة عندك مش هيجرالها حقيقة وهتفضل حلوة ومفلفلة وحلوة جدا حتى لو قاعدت يومين تلاتة اسبوع هتبقى حلوة جدا اما لو من غير ما تتشوح لا بتبوز تبقى طعمها مش حلو اجربي بقى الخطوات ديت ومشي على الخطوات هيطلع معاك احلى كشر مصري هنا في الكزرولة الغيرة دي حتيت معلقة من التوم وكمون اقلب بقى واقلب المكارونا وهنزل بقى عالتوم وال كده خلاص التوم اتحمر كده وهنزل عليه بقى بربع كباية من اللمون وربع كباية من الخل يغلو غلوة كده وقوم جاية مدي لهم كبشة من الصلصة واقلب المكارونا بقى عشان اخليها كلها تتشوح وتاخد من الزيت تشرب من الزيت وتبقى حلوة كده ومفلفلة يلا حط بقى الدقة بتاعتي ديت كبشة كده من الصلصة بصو خلاص هنا غرفتها بقى في البتاع دوت يلا بقى نعمل الشطة نلزوم الشطة بقى معلقة من الزيت وقرنفلفل حر كده سبيسي ونص المعلقة من الشطة لو حابت قطري قطري بس تمشي على الطريقة دي هتلاقيها حرة ومعاكي جدا وهسد جيوبك الأنفية اي نعم يا جماعة يا حرة جدا بس احنا بنحب الشطة والكشل بتاكل شغل كده بتاكل شغل بشطة من غير الشطة منفعش يلا بقى هحمر كده على طول بس كده مجرد ما يتحمس كده انزل على طول بالشطة هنزل بقى الكبشتين كده بالشطة وهينا خلاص يا بانات كنت كده خلاص غرفت الأكل بقى وهنروح نتغدى بصوا بقى دي هنا بقى الدقة والسلسة والكشري والشطة بصوا أحلى كشري بصتها معاملة زي وبص البصل واللون بتاعه استنوا استنوا ما تتمشوش لسا ورانا حاجات تانية كتير يلا بقى نخش على المعركة اللي مستنيانة ديت هنغسل الرخامة الأول كده غسلة حلوة عشان نصفي عليها الموعين ورانا جاب الموعين يا جماعة مش هارف الموعين دي جات امتى بانه هو كشري يعني كشري ده كشري مش حاجة لا بس طلع موعين اي نعم هو كشري بس بيطلع موعين مش استحتروا بيه يلا كده نخش بقى على فقرة الموعين كده وفقرة الاستغفار والصلاة على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلامة على أشرف خلق الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يلا بقى كده بقى ألم بقى الأطباق ديات على بعضها كده ونزل فيها اي بوائي كده من الأكل عشان تكون الدنيا كده رائقة من حوالي واخصل الأول الكبايات هما ثلاث كبايات صغيرين دي بقى موعين الفطار وموعين الغداء وأنا حبيت كده أشطب معاكم المبخ كده عشان مبخي كده يبقى نضيف ويبقى حلو دايما كده عودي نفسك مبخيك يبقى نضيف ويبقى حلو كده على طول حتى تحس براحة نفسية كده هنا بقى خلاص كده غسلت كده الحوض والأطباق بقى بتاعتي بخسلها كده على طول يلا كده على طول أغسل الأطباق بتاعتي وخلاص خسلتهم يلا هنشطف بقى كده على طول بسطباق جبل الحلل دي يا جماعة أم مش عارفة دول إيجوا إنت هيخلاصوا هيخلاصوا بسرعة على طول مش هياخدوا مننا حاجة طول ما أنا وقفيني بنستغفر كده وبنصلى على النبي هيخلاصوا على طول يلا أخصل كده أنزل أول بالغطيون كده أخسلهم على طول ما تسرحوش ما تسرحوش تسلوا على الرسول أول تقفلوا الفيديو خليكم مستمرين كده ويتفرجوا على الفيديو للآخر يلا كده خلاص على طول أخسل بقى المصفى ديت وأخسل الكزارولة وأخسل كل حاجة كده وأخلص الوراية ومبخي بات نظيف يلا كده نشطف بقى حبة الموعين الحلوين دول عايزة رأيوكو بقى في الكشر الجامد دوت واللي ما شافش الفيديو بتاع الصلصة يروح يشوف فيديو الصلصة الصلصة طعمها حلوة جدا وازا ما أنتو شايفين بعملها معاكو كمان في كل الفيديوهات حلوة جدا ولسا ما شافش فيديو صلصة حلوة ومكونين واحد فقط عملت بها الصلصة ديت وعملت معايا كمية كبيرة ولونها أحمر زي ما حضراتكم شايفين كده ورمية معايا كمية كبيرة هتيللك يلا عدية كده ونزيل يعملي كمية صلصة حلوة جدا تفرجوا على الفيديوهات وشوفي هنا كنت بقى بخسل الحلل والحلل دي كان فيها رز كده فصفته كده وهو يحطته كده على جنب كده شلته من الحلة يعني وأدعك بقى الحلل ألمونيا دي ألمونيا دي عايزة دعك كده فيه دعكتها كده أول مرة وبعد كده جيب تاني سلكة تاني ودعكها تاني تبقى عايزة دعك كده على طول وتخليها مرية كده إيدك في الحلل بتاعتك على طول إيدك في المواهين بتاعتك على طول هتلاقيها معاك نظيفة ومش هتتعبي فيها بس خلاص قادي عم جبل المواهين خلص كل على طول بس دست فيه تاني دست فيه المعالق بقى والحاجات الصغيرة النعمة دي نعملة زي السمك الضغر من لنا هبستوا بقى دول خلاص غسلتهم بقى أنا كنت هنا مفكرة إن الكاميرا بتتصور بس تلعت الكاميرا بتتصورش حصل خير كلا كده غسلتهم كده على السريع وخلاص خلصت منهم أما حاجة كده خلصت الوراكي وخلي بيتك دايما كده نظيف وإيدك فيه على طول مش هتحس بحاجة ومش هتحس إن انتي تعبانك كده ولا حاجة لا على طول الحاجة بتتعمل كده أول بول على طول هلا بقى نغسل الحلة بتاعت اللبن دي كمان دي كان فيها لبن كنت غالية فيها لبن هلا هتعكع كده على طول مخدتش معي حاجة كده بصوا بقت ميراية ميراية يلا بقى نغسل الفوتة دي اتعبت معاني النهاردة نغسلها بقى كده آآ يغسلها كده بالصابون كده والمية ما يتكون دافيها شوية عشان تتغسل على طول هتعكع كده أنا على طول بلم الفوت بتاعتي كلها وبغسلها بغسلها كده دي الغسلي اليومي بعد كده بقى بللمها كل يومين ثلاثة بغسلها كده بالكليركس الألوان والأريال وبنقحها كده بمية سخنة وبغسله مع طول يلا كده خلاص غسلت بقى الحوت بتاعي ولمعته كده والحيطة والحنفية حنفية الفلتر يلا هشتف كده كله على طول هشتف كده كله بالمية كده ونزل الماء اللي عليه ونزل بقى بالمية كده كل الصابون اللي عليه هجيب بقى الفوتتين وشفت بقى كل المية ديت عشان الحوت بتاعي بقى نشفه حلو جدا يلا ما تمسنش في اللايك مع عالف سلامة اشتركوا في القناة